بأنني أشرف بأن أعلن عن رغبتي في التقدم للانتخابات الرئاسية القادمة في مصر هذه التصرحات التي أطلقها أحمد شفيق رئيس الوزراء المصري الأسبق والمرشح الرئيسي السابق خوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل وأنه سيعود إلى مصر خلال الأيام المقبلة أثر تدود أفعال مختلفة في الساحة السياسية في مصر إزاي؟ أنا والله ممسدع إعلان شفيق مثل مفاجأة للجميع المؤيدين والمعارضين فضعه يختلف عن أي مرشح آخر فهو رجل دولة سابق وشخصية مهمة في نظام مبارك وبالمؤسسة العسكرية فضلاً عنه نافس محمد مرسي بقوة في انتخابات دموقراطية وكاد أن يقترب من سدة الحكم ما يعني أنه تمتع بشعبية قوية عام 2012 أي منذ خمس سنوات أحمد شفيق لن يكون خصماً تهلاً على الإطلاق لن يمثل دبليراً للنظام لكنه سيكون خصماً قوي وأعتقد هذا ما يقلق منامي النظام وجعل علاميه وحواريه يعني يحاولون الإساء إليه وتمزيق سيابه حتى لا يكون هو البديل المناسب لعبد الفتاح السيسي قوة سياسية كانت تعرض شفيق إبان ثورة يناير تبدل معها الحال ربما تحت وطأة تضاهر الوضع الاقتصادي وما يؤكد ناشطون حقوقيون من تراجع مناخ الحريات في البلاد المخرج الوحيد أننا ننتقل إلى حالة جديدة ديمقراطية سليمة يتم في احترام الدستور واحترام القانون هو وجود انتخابات ديمقراطية لها الحد الأدنى من النزاهة والاحترام ولم يعلن الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي بعد ما إذا كان سيسعى لولاية ثانية لكنه أشار أنه سيلتزم بإرادة الشعب وينظر أنصار السيسي له باعتباره عاملا مهما لتحقيق الاستقرار في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها مصر بعد الثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 وأن حكومته تكافح للقضاء على متشددين إسلاميين ينشطون في شمال سيناء يجب أن نضع نصب عيون ما بزرق الرئيس السيسي وإدارته في مواجهة الإرهاب يجب أن نضع نصب عيوننا أيضا ما قام به الرئيس السيسي من أحداث نقلة في طريقة علاج المسائل الاقتصادية أما الشارع المصري يبدو أنه منقاسم حول المرحلة المقبلة بفعل استمرار ارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع المعيشية واستمرار حالة عدم الاستقرار الأمني الرئيس اللي مسك البلد قوي جدا عن أحمد شفيق بكتير نشامل الفريق أحمد شفيق مرشح قوي ولوخ الفئة عسكرية وعادي من حق إعلان شفيق الترشح للانتخابات الرئيسية المقبلة وقع قصائقة على الجميع المعارضين له وحتى المؤيدين فالإعلان في حد ذاته حزم مراقبين من شأنه أن يربك الحسابات ويغير المعادلات بعد أن كانت الحياة السياسية شبه خالية من مرشح قادر على أن يبعث بالحياة في جسد المشهد السياسي المصغي محمد عبد الله الحرة القاهرة